ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الرابع لشهر نوفمبر لعام 2020 لأصحاب برج الحمل برج الحمل عندنا خلال الاسبوع الرابع هيكون افضل كتير جدا جدا هيكون عندك تحسنات هيكون عندك انفراضات هيكون عندك في زيارة متبادلة قوية بالنسبة لك الزيارة دي هيقوم عليها مصالحة متميزة تخص وضع مهني او تخص بداية جديدة في حياتك برضو عندنا امورنا المهنية يمكن عندك موضوع راح او موضوع شغل انتهى ولكن بقى هيظهر تعويض ده هيظهر عندك شغل حلو هيظهر عندك ان حد يقولك بقولك ما تعمل لي كذا كذا بقولك ما تجي تشتقف عندنا فيه شغل جديد تعويض للشغل القديم اللي احنا شايفين ان احنا ممكن نكون خسرنا وهو مش خسارة ده مكسب هيكون عندك العرض ده موجود خلال الاسبوع الرابع عندك كمان فيه الوضع المهني موضوع هيكون ليه علاقة بالانتقال يعني ممكن حد يبعثك بعثة معينة يبعثك لموضوع يبعثك لمكان تخلص شغل مش عارفة فين مكان هيكون عندك يعني مرة كده اللي هو هتنزل تعمل شغل في مكان فعندك ده جدا جدا عندك كمان فيه الوضع المهني شيء تأديري جيد جدا جدا هيسعدك ده هيكون موجود فيه خلال الاسبوع التالت وخلال الاسبوع الرابع مكمل معانا عندنا كمان فيه امورنا المهنية عندنا حاجات كتير صراحة وبرج الحمل يعني عندك اشياء كتير جدا عندك بالنسبة ليه الناس اللي بيشتغلوا فيه مكان ليه علاقة بالاقبال عليهم يعني حد بيجي يشتري منهم حاجة او حد بيتعامل معاهم في حاجة هيكون عندك المعاملة مع الاخرين كتير فيه اشخاص كتير عايزين يجو يشتغلوا معاك فيه عندك شخصية هامة هتقابلها في الوضع المهني هتعلي منك في امور او هتصلح حاجات كانت مش مصبوطة او هتخلينا نحط عيوننا على النقاط السليمة الايجابية اللي تخلينا ننتقل نقلة قوية جدا او ان هي تعمل لنا حالة من التغيير في حياتنا فعندك فيه في الوضع المهني اذا متميز عندك انتقال عندك ايجابية عندك عرض مهم هيتكون الشيء الايجابي ده هيبدأ انه هو يظهر ويتم بشكل كامل في خلال الاسبوع الرابع لا هو هيظهر اوه لكن عندك زي التوابع بتاعته يعني هيظهر بعد كده بشكل تدريجي ايجابياته مرة في مرة لحد ما تكتشف ان هو المعدة او الوقت ده هو اللي كان ليه خير عليك في الوقت اللي بعد كده هتلاقيه عندك بداية علاقات ليها علاقة يعني مواضيع ليها علاقة بيه العقارات الاستثمارات هتبدأها من ال او هتبدأ تفكر او تتجه ليه الموضوع ده بالنسبة ليه الناس اللي ما كانتش شغلة فيه العقارات العقارات والكلام ده كله فيكون عندك انك بتودي دماغك للنقطة دي انك عايز تفكر في المواضيع دي وهتبدأ تنفذها على اللسنة الجديدة يعني هتبدأ تنفذها على اللسنة الجديدة ومكسبك هيجيلك من بداية اللسنة الجديدة يمكن دي بس وقت تحضير لان بالفعل احنا لو هنتكلم بشيغة جيدة انت عندك الاسبوع ده تحضير للمستقبل مش هقولك للسنة الجديدة ده لقل المستقبل احنا عملنا التوقعات السنوية سنة 2021 اللي انا مسميها سنة السهل الممتنع لاني ليها توابع من 2020 ولكن هنبدأ اخر حاجة يعني هنعيش الفل امتى والسعادة امتى عشرين هو نقدر نقول كده يعني من شهر ديسمبر في 2021 يعني هنعيش السعادة والانطلاق عارفية شوفوا يعني لسه قدامنا سنة تانية على منشير منشير منافسنا بس لا حقيقية سنة 2021 ايجابية جدا على اصحاب برج الحمل واجابية على ابراج كتير جدا ويتخلينا نتغير ونفوق بسمعوا التوقعات السنوية بقى ونتعلي الناس سمعتها عامة برج الحمل الاسبوع الاخير بقى احنا منتكلم في اللي احنا لينا دلوقتي الاسبوع الاخير عندك ان انت هيكون فيه مشتريات بالنسبة للموضع المادي عندك مشتريات مشتريات لي علاقة بلبس بان انت بتغير الاستايل بتاعك بان انت بتحاول تجدد حاجة فعندك فيه فلوس بتطلع فيه فلوس بتطلع فيه في المقابل فلوس بتيجي او يعني عندك في المقابل فلوس بتيجي بس اللي جاي مع اللي رايح هتحس باستقرار يعني مفيش جديد مش هتحس بجديد لكن عندك ان انت بتعمل مشروع او بتعمل حاجة او هتبتدي في حاجة انت عارف انها هتجيب لك فلوس فعندنا ده ده الوضع المادي على الفكرة برضا عايز اقول حاجة مهمة وبعذروني ان انا اقول ده بالنسبة لاصحاب برج الحمل انت اكتر حاجة محسود عليها جدا انت مش انت محسود على كل حاجة بس اكتر هو الوضع المادي او الوضع المهني ان كتير يقولك انت شغال في كذا كذا وانت عامل كذا كذا والكلام ده كله وعندك برضو لو مراتك شغال فانت برضو محسود اكتر لان انت شغال في مكان مش عارف ايه ومراتك شغال فيه ناس بتقول كده كتير بقى واللي من اصحاب برج الحمل بيعانوا من المواضيع الذين فعندنا فيه فيه حسد كتير من خلال شغلك او من خلال وضعك المادي او او استقرارك المهني او ان انت شغال في مكان كذا فبيستغربوا ان انت وصلت لده او عرض جاي لك مهم عشان كده لعروضك اللي جاية في الوضع المهني ما بلاش ان احنا نحكيها ولازم نداري ولازم نخلي بالنا جدا ممكن يكون حد فيه نفس عمرك ما عملش اللي انت عملته فما بلاش ان انت تسير الغيرة جواه وهو اصلا مش طبعه ده ولا في نفس الوقت ان احنا نخلي الحاقدين يحكيه ده اكتر فلازم يكون عندنا كده وعي في النقاط اللي زي ده مرقة الحمل يمكن عندك فوقان في موضوع مهني ليه علاقة بان احنا يعني فيه موضوع لا هيكون بداية جديدة فيه تعاملات جديدة فيه فوقان فيه ان انا بثبت نفسي او بقوم نفسي من جديد فعندنا ده كده برج الحمل عندنا امورة كل حياتية نتكلم على الامور الحياتية شوية انت عندك فيه اشخاص او اصدقاء احنا قلنا ان هما مكسب لك ودول هيكملوا معاك على فكرة لحد السنة اللي بيقول اللي جاي بقى الفترة اللي جاية الاصدقاء الجداد دول هم تعويض بيه اصدقاء اللي فاتهم يعني عندك فيه صدقات جديدة يمكن برج الحمل مش عندك صدقات قوية جدا جدا الا يتعدوا على الايد الوحدة ويمكن ماشى بالمصلحة او كل حد مشغول في اتجاه ولكن انت عندك اصدقاء هما يهمهم مصلحتك هما هممهم انت وانت هممهم برض يعني انتو همم بعض جدا جدا فهيكون عندنا صحبة حلوة هتكون دفعة للخير ودفعة للتميز اللي جاي فعندك الصحبة دي هتكون لذيذة بس احذر من حاجات اللي هي علاقة بالتوقيع ان حد يوقعك مع حد وحد المشاكل اللي زي كده عندنا كمان فيه شيء مهم جدا جدا يا برج الحمل هيكون برضو عرض مهم او كان عندنا مشكلة قانونية هتبدأ تتحل بعرض معين او عندك رجوع لحاجة فادت او حاجة عد عليها وقت هيكون عندك رجوع الموضوع ده هيسير الجدل الموضوع ده هيسير الجدل هيعمل لنا قلبان شوية كده بس القلبان ده هيجي في الاخر لمصلحتنا هيجي في الاخر ان احنا علمنا مع فلان علمنا مع الناس علمنا مش عارفة مع ايه يعني مركزين معانا فهيكون فيه ايجابية عندك كمان يا برج الحمل في الامور الحياتية بتاعتك انك بتفكر كتير قوي تعالوا ان ندخل على التفكير شوية انت بتفكر كتير قوي وعايز توصل لحاجة عايز تشتري حاجة عايز تشتري حاجة اللي هي علاقة بالاستقرار يمكن انت حاسس ان انت مش متاح حاليا معاك اللي يقدر تقدر تشتري بيه حاجة معينة او عندك فيه شوية لغبطة بس هتبدأ على اخر اخر خالص الاسموع الاخير هتبدأ تقول خلاص بقى وانا برجع في قراري ليه فانا خليني استنى لحد على موضوع هتعمله على وقت عيد ميلادنا بقى السنة الجاي هنكون بنعمل الحاجة اللي انت محايراك دلوقتي هي بتتحقق على الفترة برج الحمل كمان عندك امورك العاطفية امورك العاطفية ان انت والشريك هيكون فيه تحسن كبير قوي بس انا عايز اقول للناس اللي هم متابعين برج الحمل ان برج الحمل عنده مشاغل كتير مشاغل 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 تفكير في بقرة تفكير في المستقبل عايز يعمل طموح معين برج الحمل يمكن اكتر شيء مسيطر عليه الاستقرار التموح ان انا عايز يبقى حاجة عايز اوسط وصول معين يخليني مرتاح البال مرتاح البال من ناحية المادية من ناحية العاطفية من ناحية المهنية ان انا اكون مش بسعة او بجري او الحاجات اللي زي كده يعني ما كنش لا ايز يرتاح باله مش عايز يبقى متعصب ويهو حاليا متعصب عامتان كمان برج الحمل الوضع الصحي لازم اخلي بالي لان عندنا النوم مش نوم كافي نوم مش صحي يمكن غزة مش صحي نخلي بالنا كمان من كورونا والعدوى يا اما حد هيكون تعبان صحيا من برج الحمل يا اما عندك حد قريب منك هيكون تعبان فخلي بالك جدا جدا وكون حريس انت لو فلان عنده كورونا اكيد هكون حريس على نفسي فلو حد تعبان تعب عادي فانت هتكون حريس عليه فعندك الوضع الصحي شوية ده يعني عندك التشكيل لديه برج الحمل كمان عندك امورك من ضمن امورك العاطفية موضوع هيبدأ يكمل موضوع وقف موضوع تعلق هيبدأ يكمل عاطفية عندك كمان بالنسبة لناس اللي عندهم علاقات الطرف التالت انت عندك علاقة طرف تالت او الشريك عنده علاقة طرف تالت هيكون الموضوع ده لي حد ليه خطوات او ليه قرار نهائي في خلال الاسبوع الاخير بس اخلي بالكم ان القرار النهائي ده ممكن يرجع يضغير في الفترة اللي كانت يعني هو قرار نهائي خلاص انا بس ممكن نرجع نغير رأينا او الشريك يغير رأيه فعندك ده جدا جدا معرضين ليه طولت عليكم بما فيه الكفاة بس بتمنى ان انا اكون في التوكم ببعض الاشياء ما تنسوش اللايك وشارك في قناة وتفعيل الجرس اشتركوا في القناة